عندنا اتجاه البلد بنتحرك دولة أصبحت دولة قوية تغيرت المعادلات واخدش في الموضوع الموضوع المصالحة مع قاطب ومع تركيا تكتبت حاجة في الجمهورية بالتشوز ده فتعليقك على هذه الكائنات الرخوة اللي دائما ما تتحدث على إنه أما نشوف بقى هيعملوا إيه وما نشوف دلات عاملين محزنة وكأن المعركة معركة شخصية هي دي بص النقطة الأساسية يعني لماذا كان فيه إعلاميين بيمثلوا رأس الحربة في الوقوف ضد قطر وتركيا في لحظة ما وإحنا لا هنزكي نفسنا ولا هنبيع وهم للناس إحنا كنا تقريبا تقريبا ما بنعملش حاجة غير التصدي للدعايات القنوات اللي طالعة من تركيا وطالعة من قطر والناس اللي كانوا ضد البلد كويس هنا هنا هذا الموقف موقف موضوعي يعني أنا ضد أي حد يعمل أي حاجة تضر أمن بلدي القومي يعني حتى النهاية طيب المشكلة فين؟ لأنه مشكلة المصالحات دي أو التقارب المصري مع قطر وتركيا يفع شوية مشاكل برضو سيبك من الإعلام لأنه في النهاية الناس يقولك أنت هتطلعوا تقولوا إيه؟ أي فندي مساء أنا ما كناش بنتخانق مع قطر وتركيا على محل بقالة يعني أنت كنت بتعمل إجراءات ضد بلدي فأنا ضدك طيب إذا كفت يدك عن ده وده مش تخدير لنا بالمناسبة لا على فكرة دي مهمة دكتور مش تخدير ولا تخدير لا دائما لا ليه بقى؟ لأنه نحن بنقول دايما إيه؟ أن الحكومات لها قراراتها والشعوب لها اختياراتها بمعنى أن الحكومة تتصالح مع قطر ومع تركيا لأنها ترى أن هناك مصلحة تحققها من خلال ذلك لكن هي الحكومة ما بتلزمنيش أن أنا لا أحب قطر ولا تركيا أم قالكش أحب كويس؟ لا هو بهو شايف يقولك آه البلد بقى قربت فشوف بقى الإعلاميين هيمدحوا ويقول ما حصلش ما حصلش صحيح ولن يحدث ليه؟ لأنه أنا مثلا كواحد مفروض أنه أنا صوت لست تعبيرا عن الحكومة المسؤولين أنا تعبير عن الدولة مش عن الحكومة بالضبط تعبير عن الحكومة جوز من الدولة لا يعني الفكر الدولة المصرية بأمنها القوم اللي هي الحكومة والرئيس أدوات من أدوات تحقيق هذا الأمن القوم فالمشكلة لها الناس مش مستوعباها أن هذه لم تكن خصومة شخصية بين نحن بين ناشة دي أو محمد الباز و تركيا أو قطر أو تركيا مش خصومة شخصية أنت ضد بلدي فأنا ضدك طب إذا بلدي القائمين عليها ارتقوا ارتقوا أنه في مصلحة ما في التقارب ويتم تسوية ودي نقطة مفهومة مهمة ولذلك مثلا لما تجي تشرح تشرح أنت عندك مصالح كبيرة جدا بتتم الوقتي وانت قادرة من نبدأ كواس فأنا معاه عارف لكن هل أنا جيت قلتلك أنه أرغب العظيم لا عمرنا ما نقول ولا هي حسن كواس فهي دي نقطة توصل قد يكون فيه وجع احنا محتاجين نبقى مدوبينه أو بنركز على النقطة دي لأنه احنا قلنا أنه هؤلاء الناس كانوا وراء سقوط شهدقنا وأنه دماء شهدقنا دي في رقبة الناس كواس كده وحق الشهدقة هتاخد ازاي هي دي النقطة هي دي النقطة إن أنا أيوة هو الشهيد مات عشان أنا بقى أنا مستقر البلد مستقر صح تبقى البلد أمنة تبقى البلد فيها تنمية عندما أخذ هؤلاء لمصلحتي فده جزء من إنه أنا خدت حق الشهد من أنا خدت حق الشهد